بهالفيديو هنحكي عن أدوات كثير مهمة إذا انت من محبين تصوير بكاميره الايفون هاتفيدك كثير بشغلات لأيك تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبكم عبد الرحمن مثل ما انا باول الفيديو هنحكي عن ادوات كتير مهمة اذا حابب انت او بتحب كتير انه تصور بكاميرا ايفونك هتفيدك كتير شغلات هذول الادوات هنفتح قدامكم العلبة اي جديدة وحتى سعره كتير معقول يعني متل ما شايفين فيها تقريبا ثلاث عدسات بتركبهم لكاميرا موبايلك كاميرا ايفونك او كاميرا اي جهاز متل ما شايفين هنا الايفون او سامسونج اتش تي سي ايباد تابليت لابتوب فالمهم هالشغلات بتركبهم على الكاميرا بطريقة بتركبهم على الكاميرا بتحسن لك الجودة بفرق كبير او بفرق يعني المهم بتحسن لك الجودة و هتحس بالفرق و هنورجيكم الفرق بين الصوار قبل و بعد فلهيك هلا هنفتح العلبة متل ما شايفين اول شي على الجوانب بيقول لك انه بتتوفر على ملقط و بعدين على عدسات عدسة اثنين و اغطية عدسات و في كيس كبير فهنجي نفتح العلبة متل ما قلت لكم هي يعني تقريبا سعره كتير منيح و وصلت عليها من النيت يعني تقريبا مو ضروري تروح موجودة هي بالمحلات بس اذا بدك دور عليها بالنيت فمتل ما شايفين هاي العدسة اللي كبيرة مكبر متل ما شايفين هلا من وراء العلبة بيحطولك انه مثل تجربة على العدسات فمتل ما شايفين بيحطولك انه في عدسة هتكبر لك نطاق واسع كبير هتجيب لك و عدسة هتصور لك يا من قريب كتير الصور القريبة هتوضح لك يا من درجة كبيرة و واحدة هتصور لك يا بصورة طوالية او بانوراما فهلا دولة كما شايفين هي العدسة الكبيرة وهذا الكيس الواقي كما شايفين جودة ليست زيادة لانه سعرها متوسط اذا كما د accompanying عدسات ستدفع كما هي ثانية متفتاح طوالية كما شايفين هي كانت وهذا الغطاء اذا بدك تفكه τίها هي هالعدسة فأنت مثل المشايفين معك هذا الملقط هذا الملقط بس تأتي هيك وتركبه هون تأتي هيك وتركبه وبتأتي بتحطه هون على كاميرا ايفون مثل المشايفين هيك تميل هون وتأتي بتختار هون هاي إذا حتى تطلع أبدا عن نص يعني مثل المشايفين شكله يعني شكله لا بأس فيه يعني أنه تعطي جمالية للموبايل مو كلها لا بأس هيئة فبنجي نحن بنفتح على كاميرا الجهاز عددنا لكم كم صورة مثل المشايفين عددنا لكم كم صورة هنو راجيكم إياها لإنه هلأ هون ما هي صح حلنا نصور أول صورة هنو راجيكم إياها هاي بالتصوير تبع الكاميرا العادية تبع الموبايل نجي هلأ بعد ما حطينا الكاميرا أو بعد ما حطينا هي تبعه مثل المشايفين وسعتلك شايفين كيف جابتلك تصوير صورة 180 درجة كأنك عملت صورة بنكونرامية بصورة الحالة عن national salve والجيد لست مؤلمات البداية نرجع للصورة الثانية نرجع للصورها الثانية هي العدسة الصغيرة كما ترى هذه العدسة الصغيرة المكبر كما ترى يقول لك هنا المكبرة وهنا تقريبا الاثنين ينزقوا مع بعض تصوير الصورة طويلة والصورة القريبة فالاثنين ملزقين مع بعض حتى تحصل على الصورة الزابط يجب أن تركبهم الاثنين مع بعض ونضعه على الدبوس ونضعه كيف يحدث كما ترى ونركبه هنا نفس الشي وتضعه تقريبا الصورة معك أحلى كما ترى هنرى هذه الصورة العادية كيف تبين درجة الوضوح تبع الأحرف او على الشغلات القريبة كما ترى كيف الوضوح تقل فهلأ هنرى إذا ركبنا العدسة كبرت لك الصورة شوي وعطت لك درجة وضوح ودقة عالية للأحرف كما ترى كأنهم واضحين 100% فإذا تريدك تصور صور قريبة مثل الورود أو شغلات قريبة يمكنك تقرب قد ما تريدك وتصور لك الدقة واضحة فهي كانت العدسة القريبة كما ترى بسعر معقول وشغلات سهلة وتعطيك جمالية للموبايل مثلا هي ومثل المال تلكم متوافرة بسعر قليل وفيه قد ما بدك السعر ولكن المهم الجودة هذه الخفيفة تقريبا مسعر إذا بدنا نقول 3$ ثلاثة دولار عطتك هذه الشغلات فأنت قد ما تدفع أكثر ممكن تلاقي الجودة تبع الكاميرا أو الجودة العدسة تزيد معك وهتعطيك وضوح أكثر فبس كما ترى حقا 3$ ولكن أعطيتك شغلات رائعة ودقة وضوح كثيرة حلوة بهيك بيكون خلصت مراجعتنا اليوم للعدستين اللي بتضيفهم على كاميرا ايفونك بتحدث لك ياه من وجهة نظري إذا حابب انت كتير تحب التصوير بالجهاز الموبايل بنصحك تشتريهم موجودين مثل ما قلت لكم بسعر كثير قليل ووصيتهم أنا عن نيت بسعر متواصل مثل ما قلت لكم 3$ او مثل ما قلت لك بتدفع أكثر هتلاقي جودة أكثر وهتتحسن معك بهيك بيكون خلص الفيديو اذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل لايك واشتراك لحتى يوصلوك كل شي فيديوهات بسرعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته